مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة سبعة وعشر لماذا أتنفس أولا وضعية الانطلاق في الصورة الأولى نلاحظ هذا السباح فأثناء السباحة لابد من إخراج الرأس من الماء إذن في السباحة فضروري على السباح كيخصو يخرج رأس من الماء لماذا؟ لأن تحت الماء مكنش الأكسيجين مكنش الهواء فلذلك هو كيخرج رأسه من الماء باش كي تنفس ثم كيكمل كي نزر رأسه عود كيخرجه وهكذا في الصورة الثانية بفضل قنينة الغطس نبقى مدة طويلة تحت الماء لأن قلنا تحت الماء مكنش الهواء مكنش الأكسيجين وإحنا كنحتاجه الهواء باش نتنفسه لذلك فهذا القنينة هذه قنينة الغطس شنو فيها فيها الأكسيجين باش هاد الشخص هذا كيبقي تنفس إذن من خلال الصورتين تسألنا لماذا نخرج الرأس من الماء أثناء السباحة علاش كنخرج الرأس من الماء أثناء السباحة وسنقترح ما يلي نخرج الرأس من الماء لتنفس الهواء نقطع إذن نخرج الرأس من الماء لتنفس الهواء نخرج الرأس من الماء لتنفس الهواء ما سأقوم به؟ أقوم بملاحظة بطاقة في محتوى قنينة الغطس إذن محتوى القنينة هواء مضغوط إذن هنا يمكتوب هواء مضغوط يعني في هذه القنينة هذه يوجد بداخلها هواء مضغوط إذن فقلنا تحت الماء ما كينش الهواء إذن فالصباح كيحمل معه القنينة دي الغطس لأن بداخلها هواء هذا الهواء منش كي تنفس ملاحظة نجد قنينة الغطس تحتوي على الهواء فقنينة الغطس كما قلنا فهي تحتوي على الهواء ثم استنتج إذن ما يمكن أن نستنتجه مما سبق فسواء كان الشخص تحت الماء أو خارجه فهو دائما في حاجة إلى الهواء الآن سنكتب نحتاج نحتاج إلى الهواء لنتنفس لنتنفس سواء سواء تحت الماء تحت الماء تحت الماء أو خارجه أو خارجه فكما قلنا نحتاج نحتاج إلى الهواء لنتنفس سواء تحت الماء أو خارجه فنحن بحاجة إلى الهواء سواء كنا تحت الماء أو خارج الماء فلا كنسبح تحت الماء فكيحتاج الهواء وفين غد يلقى الهواء يخصو يحمل معه واحد القنينة اللي هي فيها هواء مضغوط يعني وسط الهواء استخلصو التنفس ضروري لحياتنا فالتنفس ضروري لحياتنا إلا ما تنفسناش غد ينتخنقوه وإلا تخنقنا غد ينموتو إذن التنفس فهو ضروري لحياتنا أينما كنت أحتاج للهواء فينما كنت كنت أحتاج للهواء المعجم التنفس الهواء الهواء والتنفس الهواء ثم نمر إلى أعبئ تعلماتي أضع علامة في تحت رسم الكائن الذي يتنفس في الهواء مثل الإنسان إذن هناك كائنات كنت تنفس في الهواء مثل الإنسان فقد نوضع تحت من الرسم ما دلها علامة في في الصورة الأولى كاللحظ سمكة فهذه السمكة هذه واش يمكن لها تعيش خارج الماء لا يمكنها أن تعيش خارج الماء إلا خرجات على الماء ستموت فبالتالي الإنسان ما يمكن له يعيش تحت الماء لكن السمكة تعيش ولكن كيف تنفس السمكة وهي تحت الماء فأحيانا السمكة تتنقذ وكتهز راسها شوية كتنفس وعاوش كتنزل فهكذا كتنفس السمكة تحت الماء لكن لو وضعناها وضعناها دائما السمكة في حد الإناء في الماء وسدينا عليها مثلا هذه البلاصة هذه سديناها لأنها تحتاج إلى الهواء فهي تحت الماء ولكن مرة مرة تبقى تنقذ التي تبقى تعوم تهز راسها لتنفس الهواء ثم تنزل فهكذا فبالتالي فهي تحتاج إلى الهواء أيضا لكنها مشي بحالها بحال الإنسان لأن الإنسان لا يمكن له يتنفس وليس يملك لا يعيش تحت الماء البقرة البقرة فكما نلاحظ في الصورة بقرة فهي تعيش في البري فهي تتنفس مثل الإنسان نوضع علم العصفور هو أيضا يعيش في البري يعيش في الغابة فهو يتنفس مثل هم مثل الإنسان ثم الجرادة الجرادة فهي كذلك كتنفس فهي كتنفس كذلك ما كتنفس تحت الماء فهي كتنفس بحالها بحال الإنسان كتنفس الهواء تحتاج إلى الهواء فكل كائنات الحية تحتاج إلى الهواء لكن هنا عندنا فقط سمك اللي هي تعيش تحت الماء الإنسان لا يمكنه العيش تحت الماء إذن من خلال هذا الدرس هذا توصلنا إلى أن التنفس كما قلنا ضروري ممكن الشكاء ينحي يعيش بلا ما يتنفس وأينما كنا فيما كنا فكنحتاج للهواء لذلك قلنا بأن التنفس ضروري لحياتنا وأينما كنا فنحتاج للهواء كما أن رأينا أن السباح دائما فهو كيحتاج للهواء سواء كان تحت الماء أو لخارج الماء أيضا تعرفنا على التنفس لغس بغاسيون بالفرنسية والهواء لاغ وبهذا ننهي تمارين صفحة 27 نلتقي في الصفحة 28 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الأول والتي ظاهرة أمامكم في البليليست أو بنرجو إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء